السلام عليكم في الدرس ده هنكمل قصة سيدنا يونس عليه السلام من قصص القرآن الكريم سيدنا يونس عليه السلام بعد ما سيدنا يونس عليه السلام سبل دوليان ينوه وخرج وترك قومه وراح على البحر لقى سفينة توشك أن تبحر وركب في السفينة وسمين وساب البلد بتاعته اتقام الحوت ليونس عليه السلام اقلعت السفينة بيونس عليه السلام وحملته إلى وسط البحر ومعه ركاب كثر السفينة طلعت من الشاطئ ودخلت للبحر ومعاه ركاب كثر في ناس كتير قوي معا في السفين فإذا بالريح تهب عليهم من كل جانب والسفينة تتأرجع الريح علت وبدأت تهب عليهم من كل اتجاه بدأت السفينة تتأرجع يعني السفينة ما عديتش سابتة ده بسبب الحمل الزائد عليها اللي هم الناس اللي موجودة عليها كتير والسفينة تتأرجح يمينة ويسارة فقرر ركاب السفينة التضحية بأحدهم حتى يخف الحمل ركاب السفينة قرروا أنهم يضحوا بواحد منهم علشان الحمل يخف على السفينة أجر الركاب قرع الاختيار من سيتم التضحية به يعني أنهم هلقوا في البحر فخرج اسم سيدنا يونس عليه السلام تلات مرات كلما يعملوا غرعة بينهم اسم سيدنا يونس يطلع تلات مرات فقام الركاب وألقوا به عليه السلام في البحر فالتقمه الحوت أي بلعه الحوت الركاب ألقوا سيدنا يونس عليه السلام في البحر فقام جاي الحوت أملتقم من سيدنا يونس يعني بلعوا الحوت رحمة الله تعالى بيونس عليه السلام ألقي يونس عليه السلام في البحر والتقمه الحوت لكن الله تعالى كان رحيما به فأمر الحوت أب أن يكون رفيقا بيونس عليه السلام فلا يكسر له عظما ولا يخدش له لحما لما ألقي سيدنا يونس عليه السلام في البحر الحوت التقمه يعني بلع الحوت فالله تبارك وتعالى أمر الحوت وده رحمة ربنا سبحانه وتعالى بعبده يونس إن هو لا يكسر له عظما ولا يخدش له لحما إنه ما يأزهوش وده رحمة الله تبارك وتعالى بسيدنا يونس نجات يونس عليه السلام ظل يونس عليه السلام في بطن الحوت يدعو الله تعالى قائلا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سيدنا يونس كان قاعد في بطن الحوت يدعو الله تبارك وتعالى بهذا الدعاء اللي ذكر في قوله تعالى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين بيدعو الله تبارك وتعالى في بطن الحوت على طول حتى استجاب الله تعالى له فأمر الحوت بأن يلفظه إلى شاطئ البحر ربنا تبارك وتعالى استجاب لسيدنا يونس فربنا أمر الحوت أنه يلفظه إلى شاطئ البحر الحوت جه على الشاطئ ولفظ سيدنا يونس من داخل وأنبت الله تعالى على يونس عليه السلام شجرة يقطين اللي هي شجرة الآرع ربنا أنبت له شجرة اليقطين اللي هي شجرة الآرع علشان هي وراءها غزير وناعم ليقيه حر الشمس وليتغذى ويتقوى بثمارها بعد الوقت الذي لبثه في بطن الحوت ربنا تبارك وتعالى بعد أن استجاب لدعاء سيدنا يونس أمر الحوت أنه يلفظه على الشاطئ لما لفظه الحوت وطلع على الشاطئ ربنا تبارك وتعالى أنبتى على سيدنا يونس عليه السلام شجرة يقطين شجرة اليقطين اللي هي شجرة القارة الوراء بتاعها غزير وناعم علشان تضلل عليه من حر الشمس وأنه يأكل من الثمار بتاعتها علشان هو بقاله مدة زمنية فين في بطن الحوت قال تعالى فنادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فنادى في الظلمات يعني مجموعة ظلمات علشان هو في بطن الحد الظلمة وظلمة البحر دم الظلمات فهي ظلمات ليست ظلمة واحدة ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين بيدعو الله تبارك وتعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين ربنا استجاب لدعاء سيدنا يونس ونجاه من الغم يعني من هذا الكرب العظيم وكذلك ننجي المؤمنين ودي رحمة من ربنا تبارك وتعالى لعباده المؤمنين عودة يونس عليه السلام إلى نينو ولما استعاد يونس عليه السلام صحته قرر العودة إلى نينو فلما عاد وجد قومه قتابوا وآمنوا بالله تعالى بعد رحيله وادركوا ما كان منهم من عصيان وكفر بالله فقبل الله تعالى توبتهم ورفع عنهم العذاب لما سيدنا يونس طلع من بطن الحوت واستعاد الصحة بتاعته رجع لمين؟ لبلده اللي ينينو لما رجع لقى كل القوم أسلموا وآمنوا بالله تبارك وتعالى وربنا تبارك وتعالى قبل توبتهم ورفع عنهم العذاب إيه هي الدروس المستفدة من قصة سيدنا يونس عليه السلام الصبر على أذى الناس عند دعوتهم إلى الخير أن أنت تكون عندك صبر لما تيجي تدع حد إلى إيه؟ إلى الخير تاني حاجة طاعة الله تعالى أن أنت تكون دائم على طاعة الله سبحانه وتعالى لأن لما سيدنا يونس سب بلده وطلع بدون ما يأذن له الله تبارك وتعالى ربنا تبارك وتعالى وضعوا في هذا اللي امتحنوا هذا الكرب العظيم أنه عمل إيه؟ أنه ابتلعوا الحوت تالت حاجة أهمية الدعاء أن اللي نجى سيدنا يونس عليه السلام هو دعاؤه الله تبارك وتعالى وكان بيدعى ربنا تبارك وتعالى البطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين أي حاجة تحصل لك؟ أي كرب تكون فيه؟ وتقول هذا الدعاء الله تبارك وتعالى يستجيب لك ويعفو عنك ويفرج عنك الكرب اللي أنت فيه نشاط رقم واحد رتب الصور كما وردت في قصة سيدنا يونس عليه السلام ثم اكتب جملة تعبر فيها عن كل صورة أول صورة عندي اللي رقم واحد دي أن سيدنا يونس كانت البلد بتاعته اسمها نينوة وأرسله الله تبارك وتعالى يدعو قومه إلى عبادة الله سبحانه وتعالى تاني صورة أنه لما طلع من بلده اللي هي نينوة طلع ركب السفينة في البحر تالت صورة التقمه الحوت رابع صورة بعد أن أمر الله تبارك وتعالى الحوت أن يلفظه على الشاطئ أنبت عليه شجرة اللي هي شجرة القرى نشاط رقم اثنين من قراءتك قصة سيدنا يونس عليه السلام ما سبب نجات سيدنا يونس عليه السلام مرتين سبب نجات سيدنا يونس عليه السلام أن الله تبارك وتعالى أمر الحوت أنه لا يكسر له عظما ولا يخدش له لحما وتاني حاجة أن سيدنا يونس عليه السلام كان يضع الله تبارك وتعالى في بطن الحوت ما الدعاء الذي دعا به سيدنا يونس عليه السلام الله تبارك وتعالى وهو في بطن الحوت إذكر مثالين لرحمة الله تعالى بيونس عليه السلام أول حاجة أن ربنا تبارك وتعالى أمر الحوت أنه لا يؤذي سيدنا يونس لا يكسر له عظما ولا يخدش له لحم تاني حاجة إنه لما لفظه الحوت ربنا تبارك وتعالى أنبت عليه شجرة اليقطين اللي هي شجرة القارع علشان يستظل بظلها ويأكل من الثمار بتاعته حتى يتقوى وبعد كده يرجع لمين يرجع لبلده إن شاء الله نكمل في الدرس القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته